كلمنا عن تواجد نورث سكوار في الساحل الشمالي هل ده هيساعد على يمكن جذب سياح؟ هيساعد طبعا بشكل كبير لأن المدينة نفسها حصل فيها تطور كبير جدا العالم تقريبا كله أو يمكن الجرائد والموقع المتخصصة في مجال السياحة تتكلم بشكل كبير عن كم الإنجازات وكم المشاريع اللي تم تنفذها على أرض العالمين احنا بقى محتاجين أن الصورة دي توصل للناس مش بس كصحافة أو كمواقع أو كمقالات تروجية لا محتاجين الناس تشوف بعنيها وتنقل الصورة الحقيقة فيه انت عندك يعني زي ما كنت بقول كل وسائل الترفيه الفنادق على مستوى عالمي جدا الطرق اللي موجودة الانشاءات اللي موجودة المشاريع اللي موجودة يعني يمكن ان برح كان فيه مجموعة كبيرة من قنامات موجودة في العالمين بتنقل الصورة كاملة انت بتشوف فيه صورة مغيرة خالص يعني مهما كان حد يوصف لك أن هي دي منطل العالمين وأن احنا في مصر لا انت متخلن هو مكان تاني خالص غير العالمين لبما انت بتتكلم عن كده انا بفتكر ايه العروض الأزياء العالمية اللي عملناها اولا على صفحة الهرم ثم في مدينة الاقصر وسط المعابد معبد الكارنك النهاردة معندنا عشر مصممين أزياء عالمين عاملوا عروض عروض الأزياء بتكتزب اي فئة من السياح انا عايز اقولك ان نموزاجين نتا طرحتهم دول قد ايه هما فرقوا بشكل كبير جدا في صورة مصر حتى على السوشيال ميديا ساعة العروض دي احنا كنا بتشوف قد ايه في تفاعل كبير جدا مش هقول بقى الفانز او محبي الموضة ولكن الناس اللي هيا مش متخيلة ان هو ايه الحلوة دي اطبع معقول طب ليه يا جماعة ده ما حصلش من زمان ايه ان انت تدار تكذبي يعني صناع الموضة في مكان زي كده طب ليه ما حصلش ففي افكار كتير بتحصل افكار كتير ما بتتنفذ بتبين ايه هي افكار لما تجيب عشرة بقى من اهم موضة العالم اه فانتنا هتجيب عشرة هتضميهم في مدينة العالم يعني حليني يقولوا ان مصر بقى لها فترة كده بتعمل مجهود كبير قوي في يمكن جذب المصممي الموضة العالمية وشوفت ده يمكن فاصر عبدين من فترة في الاهرامات من فترة تانية فان احنا نجذب عشرة من افضل مصممي الأزي احنا بنشوف في مصر هنا يمكن المصممين او محبي الموضة لما بيسمعوا باريس فاشن ويك يجروا على باريس نيويورك فاشن ويك يجروا على نيويورك فلا فيه طبعا فئة كبيرة جدا من العالم محبي الموضة في العالم بيجوا وورا اي ديزاينر او اي مصمم أزياء اين كان وجوده فين وبيحضروا له لسه اي صعب كان نعمل العرض بتاعه كان فيه قد ايه كان من جوم رهيب رايح بيشوف هو وصل لحد فين والتصميمات الازياء اللي هو محضرها مجاهزة كل اكشن بتاع عشرين ثلاثة وعشرين الفئة اللي بتحب الموضة وتحب عالم الازياء فئة اعتقد ان هي مهياش بسيطة هي فئة قادرة على الشراء والدفن نزارة صحيحة عايزة ترجيتها وهي خليني اقول هي صناعة بالمليارات يعني مليارات الدولارات لكن خليني كمان اتكلم عني ممكن حاجة تانية الناس مهتمية بيها جدا مش بس السياح لكن كمان المصريين وهي الحفلات الطرفهية الغنائية يعني هل عندنا اي رؤية مين ممكن من الفنانين العرب او المصريين هيشارك في المهرجان يعني انا عارفة انه لسه النهاردة المؤتمر الصحفي لكن ممكن انت يبقى عندك كده اسم فنان او اتنين مثلا هو اللي تم اعلان عنه هو كان تامر حسني طبعا تامر حسني اختيار موفق جدا جدا طبعا لان تامر حسني عنده جماهرية عريضة جدا مش بس في مصر كمان في الوطن العربي وانحنا بنشوف ده وانحنا بنتابع جوالاته سواء مع افلامه او حفلاته في الوطن العربي بتشوف كم كبير جدا وضخم من الجمهور مثلا في لبنان من كم يوم شفنا قد ايه في استقبال كبير جدا ليه كان حفلة عظيمة وحفلة يعني تاريخية في وجود كم كبير من الجمهور اللي كان حاضر طبعا يعني زي بقى تامر هتلاقي في اسماء كتيرة هتم اعلانها النهاردة وكمان مفروض انه هو فيه مطربين دوليين وعالميين هيتم الاعلان عنهم النهاردة عن موعيد حفلاتهم يعني مش هتبقى نسخة مصرية بس فيما تعلق بالحفلات مش هتبقى نسخة مصرية